السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل فدوس مثواي ومثواكم اللهم آمين يسأل الكثيرون عن إحراق عثمان رضي الله عنه للمصاحف في خلافته وهل هذا العمل جائز وهل يجوز إحراق المصحف وهل هذه إحارة المصحف هل هذا تعدي من عثمان رضي الله عنه أم ماذا وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من مقدمة وهي تشتمل على نقاط أولا القرآن الكريم عندما نزل به جبريل عليه السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نزل مفرقا منجما بحسب الحوادث وكلما نزلت سورة أو آيات أو آية على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعا أحدا من كتاب الوحي وكانوا قريبا من 43 رجلا وهم كتاب الوحي وقال لهم يدعوه فيقول له اكتب هذه الآية فيكتبها وكان من كتاب الوحي الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن الجبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ومعايا بن أبي سفيان وسعد بن معاذ وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم كتاب الوحي وكان كل واحد منهم يجمع ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الطبيعي جدا أنه لا يلزم أن كل آية نزلت أو كل سورة نزلت يكون هذا الكاتب موجودا فالذي عند ابن مسعود غير الذي عند علي غير الذي عند عثمان غير الذي عند زيد أو قد يتشابان في بعضها لكن طبيعي جدا أنه لم يجمع واحد من الكتاب كل شيء أو كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخبر الحاضر أو ينادل من يخطر في باله صلى الله عليه وسلم وظل هذا الأمر إلى أن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه وسلم بالقرآن مرتبا كما هو الآن وعرض عليه عرضتين وتسمى العرضة الأخيرة العرضتين الأخيرتين عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه بهذا الترتيب من الفاتحة إلى الناس وبدون المنسوخ تلاوة ثم توفيه صلى الله عليه وسلم بعدها فات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ما تسمى بحروب الردة وأعظم هذه الحروب معركة الحديقة وكانت بين المسلمين وبين المرتدين من بني حنيفة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول مسيلم الكذب عفوا مسيلم الكذب على رأس بني حنيفة يقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة تسمى معركة الحديقة وفي هذه المعركة وكانت شديدة شريسة قتل جمع من الحفاظ قريب من سبعين الذين قتلوا في هذه المعركة وبعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين في هذه المعركة وقتل مسيلم الكذب أشار عمر على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن وذلك لموت كثير من القراء فتردد أبو بكر حتى أصر عمر فاقتنع أبو بكر فقال من نكلف فاختار زيد بن ثابت ووفق عليه أبو بكر وفعلا طلبها من زيد هذا وتردد في البداية ثم قابله فجمع القرآن وجمع هذا القرآن في أهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن ظل في بيت أبي بكر ثم لما توفي أبو بكر انتقل هذا القرآن أو نقل هذا القرآن إلى بيت عمر فلما توفي عمر رضي الله عنه أخذ هذا القرآن إلى بيت حفصة أم المؤمنين لما تولى عثمان رضي الله عنه كانت الأمور هادئة مستقرة إلى أن بدأت الخلافات بين المسلمين خاصة خارج المدينة في البلاد في الفتوحات قالبا ولذا جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إلى عثمان بن عفان وقال له أدرك أمة محمد قبل أن يقتتلوا قال له ماذاك قال اختلفوا في القرآن وذلك أن القرآن كما هو معلوم نزل على سبعة أحرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل على القرآن أو جان جمعي القرآن بحر فقلت زدني فزادني فقلت زدني فزادني فقلت زدني فزادني حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال كلها كاف شاف ونحن نرى في القرآن الكريم اليوم مثلا اختلاف في القراءات وكلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تسمى بالقرآن بالقراءات المتواترة سواء كانت السبعة أو العشرة المتواترة ومثل هذه القراءات أو من أمثلة هذه القراءات أو الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وفي قراءة واتخذوا فعل الماضي من مقام إبراهيم المصلى في سورة الحديد فإن الله الغني الحميد وفي قراءة فإن الله هو الغني الحميد في سورة التوبة تجري من تحتها الأنهار وفي قراءة تجري تحتها الأنهار وغير ذلك كثير في الفاتحة مثلا مالكي يوم الدين وفي قراءة مالكي يوم الدين أكله الذئب أكله الذئب وكثيرة هي القراءة الحقيقة ليس هذا وقت سردها جميعا أو سرد كثير منها ولكن هذا منها ومن أشهر ما وقع الخلاف فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا والنبي قرأ بهذه وقرأ بهذه لكن الصحابة أنفسهم هناك من سمع القراءتين هناك من سمع إحدى القراءتين ثم الذي سمع إحدى القراءتين بلغ هذه القراءة التي سمعها وصحابي آخر بلغ القراءة الأخرى التي سمعها فعندما يأتي التابعون اللي هم سمعوا من الصحابة هؤلاء بعضهم ما سمع إلا فتثبتوا والثاني ما سمع إلا فتبين فكل واحد يظن أن الثاني قد أخطأ فجاء حذيفة بن اليمان وقال لعثمان أدرك أمة محمد قبل أن يقتتلوا على القرآن فأشار على عثمان بعض الصحابة أن يجمع القرآن مرة ثانية والفرق بين جمع عثمان للقرآن وجمع بكر للقرآن يقولون إن أبا بكر جمع القرآن وإن عثمان جمع الناس على القرآن وهنا كلف عثمان أربعة لجمع هذا القرآن منهم زيد بن ثابت الذي كلفه أبا بكر وعمر وجمع إليه أو أضاف إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث ابن هشام وقام هؤلاء الأربعة بجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله بعد أن جمع القرآن رضي الله عنه الآن توجد مصاحف خاصة بالصحاب مصحف المسعود، مصحف علي، مصحف عثمان، مصحف زيد، مصحف عائشة، مصحف حفصة، مصحف معاوية يعني كل من سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كتبه وجمعه عنده لكن هذا الذي جمع عنده الصحابة أو كل واحد منه الصحابة ليس هو القرآن كاملا أولا ليس هو الذي على العرضة الأخيرة لأنه كان على سبب النزول أو وقت النزول يرتبونها ليس على ترتيب القرآن الحالي ثم بعضهم لم يترك المنسوخ من القرآن ما زال إذا كان عمر يقول أبي أقرأنا وإن كنا نأخذ عليه شيئا أنه لا يترك المنسوخ يعني يكتبه يبقيه كذلك المنسوخ التلاوة قلنا والقراءات يكتبها بعضهم يكتبه التفسير سواء كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو يذكر سبب النزول حيث حضر هذا الصحابي سبب النزول لهذه الآية أو الآيات عندها قال عثمان هذا المعتمد وما عداه يحرق وهذا أمر طبيعي جدا نحن الآن في حياتنا اليومية الآن إذا كان عندي مصحف ممزق أو مطبوع خطأ يعني توزيعة الملازم في المصحف غير مرتبة أو أنه يكون صغضت بعض الملازم من المصحف المهم أنه ليس مصحفا كام ماذا نفعل به نحرقه نحرقه بعد أن نتأكد أنه احترق جميعا لم تخرج شيء من الآيات حيث يدوسوها الناس أو ما شبه ذلك من الأمور فهذا أمر طبيعي عثمان أمر بحرق هذه المصاحف حتى لا يقع الخلاف بين الناس ولذا أبو بكر بن العربي يقول عن جمع عثمان للقرآن الكريم هذه حسنته العظمى فكيف جعلوها مذمة وعيبا على عثمان رضي الله عنه ولكن الأمر كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السوء أو ولكن عين السخطي تبدل مساوية فهؤلاء لما كره عثمان رضي الله عنه جعلوا كل أفعاله سيئة وليس الأمر كذلك بل هذه من حسنات عثمان فرضي الله عن عثمان وإلى اليوم يقال المصحف العثماني الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم نحشرنا جميعا مع عثمان ومع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته